بسم الله الرحمن الرحيم أعرفكم اليوم إن شاء الله كيف ممكن نفعل سكايب في الفصول مثلاً لو أرادت معلمتين أن تستضيف واحدة منهم الأخرى في فصلها عندنا مثلاً المعلمتين سارة وهديل وهذا ملف التعريفي لكل منهما فالخطوة الأولى هي أن كليهما سيتابعان بعضهما في المجتمع مجتمع مايكروسوفت التعليمي فهنا هديل ستقوم بمتابعة سارة فيصل إلى سارة إشعار بأن لديها طلب جديد وهي هديل ستوافق عليه بالمثل ستقوم سارة بمتابعة هديل فيأتي هديل إشعار بأن لديها طلب جديد وتوافق عليه الخطوة الثانية ستقوم كل من سارة وهديل بتعديل خيارات سكايب الموجودة لديهن في تحرير ملف الشخصي فهنا هديل ستقوم بالدخول على تحرير الملف التعريفي وبالنزول إلى أسفل ستجد خانة اسمها برنامج سكايب في الفصل عند فتحها يطلب اسم المستخدم التعريفي تقوم بفتح سكايب من الإعدادات الحساب وملف التعريف ستحصل على اسمها في سكايب تقوم بنسخه ثم تلصقه في اسم المستخدم نأتي الآن إلى الخيارات الموجودة هي عبارة عن لعبة تخمين أو لعبة غموط لنشاهد معا هذا الفيديو طبعا لعبة التخمين أو الغموط تقوم بأن شخص عبر سكايب سيسأل الشخص الثاني عدة أسئلة والثاني يخمن عن البلد المستضاف منه الشخص الثاني أو أسئلة في درس معين أو ألغاز الهدف من لعبة مستريب سكايب تفاعل ما بين الشخصين بمعنى أن يكون هناك أنشطة هناك أسئلة من الطرف الأول ويجيب عليه الطرف الثاني والعكس فيمكن أن أفاعل لعبة الغموط هذه أو لعبة التخمين أكتب المدينة التي أنتمي إليها طبعا الولاية هذا خاص بأمريكا هنا طلبت أن أكون متحدثا ضيفا قبل عدة أيام من هذا الحساب حساب المعلمة هديل فجأني بريد إلكتروني بأنه سيتطلب مراجعة هذا الطلب خمس أيام من العمل ففي غضون يومين أتاني الرد على طلبي وهو هذا المكتوب هنا طبعا عند ترجمته نجد أنه مكتوب نشكرك على تقديم طلب للانضمام إلينا كمتحدث ضيف ومع ذلك لم نتمكن من الموافقة على طلبك حيث أن البرنامج مخصص للخبراء لمشاركة خبرتهم مع الطلاب إذا كنت معلما يريد استضافة جلسات مباشرة مع فصول دراسية أخرى يمكنك إنشاء تعاون سكايب أو الانضمام إلى سكايب ميستري يرجى التواصل على هذا العنوان إذا كنت لا تزال ترغب في متابعة كونك متحدثا ضيفا طبعا سأدخل بعد قليل على تعاون سكايب وأريكم ما هي الخانات التي يحتاجها هذا الخيار الذي يطلب أن يكون متحدثا ضيفا لا بد أن يكتب خبرته والمهارات التي يكتسبها كأنها سيرة ذاتية عنه سواء هنا أو في هذه الخانة طبعا رمز الشريك هذا إذا كنت ضمن مؤسسة أو منظمة معينة وأنا طبعا لست كذلك بالنسبة للإتاحة لابد من تفعيل خيارات الإتاحة لنختر أن تكون الإتاحة مرنة لابد من تحديد طبعا إذا اخترت مثلا إني متاحة كل يوم لابد أن أحدد تاريخ البدء مثلا أريد من الغد أن أكون متاحة يوميا ويتكرر ذلك كل أسبوع الأحد والاثنين وثلاثة والأربعاء والخميس بالنسبة للمدة الزمنية إذا كنت أريد أن ينتهي هذه الإتاحة تنتهي في تاريخ معين يمكن أن أختار ولكني لا أريد فسأختار ليس هناك تاريخ انتهاء ثم أحفظ وأخيرا أقوم بحفظ هذه التعديلات التي فعلتها على تحرير ملف الشخصي ولاحظ ظهور خيارات الإتاحة موجودة على ملفي أنا بنفس الطريقة ستقوم المعلمة سارة بتعديل ملفها التعريفي أقوم الآن بطلب جلسة من سارة اليوم السبت مثلا إذا كانت الأوقات لا تظهر فيجب تغيير لغة الموقع إلى الإنجليزية وذلك من هنا أعود مرة أخرى إلى طلب الجلسة ليوم الغد 17 ألاحظ ظهور الأوقات الآن أختار الوقت المناسب وبالنزول إلى أسفل أكتب له رسالة ثم طلب الجلسة تظهر لي ملاحظة فأضغط على أوكي طبعا هناك بعض البيانات التي لم أعبئها سابقا في ملفي فأقوم بتعبئتها عادة لا تظهر هذه الخيارات ولكنها ظهرت الآن فقط لأن ملفي ناقص date طبعا يخبرني هنا بأنه قد تم إرسال الطلب إلى سارة وبانتظار موافقتها على الطلب يمكن أن أرجع الآن واجهتي إلى اللغة العربية وعند الدخول إلى التسجيلات أجد الجلسة في معلقة لاحظوا تم إرسال بريد إلكتروني إلي أنا يخبرني بأني قد أرسلت جلسة إلى سارة والجلسة الآن معلقة لحين تقبل سارة بالجلسة سيصل إلى سارة إشعار بأنه هناك تنبيه من سكايب وأن هديل قد طلبت جلسة فأدخل إلى عرض التفاصيل ومكتوب أنها طبعا الجلسة معلقة في حال أردت استقبال هذه الجلسة سأجد إيميل هديل هنا موجود فأدخل إلى عرض الرسالة هذه الرسالة التي أرسلتها أوافق على الجلسة ويمكن أن أرسل لها رسالة وأقول لها قبلت دعوتك موافق طبعا من بيانات هديل هنا أستطيع إضافتها باسم المستخدم أو بالإيميل أستطيع أن أضيفها في سكايب الآن الخطوة الثالثة هي إضافة كل من المعلمتين لبعضهما في سكايب تضغط على إضافة على سكايب فيقوم المتصفح بفتح برنامج سكايب يمكن أن أضيف سارة هنا من دردشة جديدة أضع اسم المستخدم فيأتيني اسمها أضغط عليه وأبدأ بإرسال رسالة لها بالنسبة لسارة سأجد الجلسات الآن سأجد هذه الجلسة في الجلسات القادمة المؤكدة يمكن أن أحفظها في التقويم ليظهر تنبيها معينا مثلا قبل الوقت ثم أذهب إلى سكايب وأبدأ بعقد جلسة مع الطرف الثاني أحب أن أنوها إلى التعاون عبر سكايب يتضمن أن أنشئ درس مثلا في سكايب مثل ما كنا ننشئ المحتوى لأتعاون مثلا مع المعلمة من المدرسة الأخرى بدرس معين أما إذا أردنا استعراض دروس سكايب الموجودة في خانة التعاون عبر سكايب فيمكن اختيار درس من تصفية اللغة العربية مثلا سأجد جميع الدروس التي تدعم اللغة العربية وللأسف قليلة جدا أختار أي منها إذا أردت أن أتعاون مع هذا المعلم مثلا فمجرد الضغط على التسجيل وستأتيني نفس الخيارات التي سبق شرحها في هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر